لأول مرة تقول وكالة هافيا برو للعنباء بأن صواريخ كينزال سيبرسونيك تستخدم في قاعدة حميميم السورية وهناك تأكيدات على هذا الاستخدام انطلاقا من الميج 31K كما يوضح الفيديو ونشر الميج 31K الأكثر تحديثا يزعزع توازنات المنطقة خصوصا بعد استخدامها لكينزال والتي تدخل ضمن مناورة واسعة النطاق بعد توجيه حاملة للطائرات البريطانية كوين إليزابيت إلى أهداف حساسة داخل العراقي وأيضا ضربت في سوريا وقرر بوتين تغيير قواعد الاشتباك في كل المنطقة والتهديد بحرب شاملة كما قال قائد الأركان الروسي وبوتين وشويغو وزير الدفاع أيضا وحاليا تطير المقامبلة تي يو تو تو عام ثري بشكل واسع وهذه المحاولة لإظهار السيطرة على شرق المتوسط ورفضت إسرائيل هذا الانتشار كما يظهر هو ضد بريطانيا لكنه يمس أمن إسرائيل كما نبات إسرائيل وأمريكا إلى مثل هذه الرؤية أسرار شرق أوسطية اكشف فما خفي أعظم مع عبد الحميد العوني أهلا وسائلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية في سوريا تغيرت قواعد الاشتباك بشكل كامل باتجاه شرق المتوسط من جهة بعد سيطرة الروس على كل فروات مياه سوريا وأصبح هناك تنقيب مباشر على هذه الشواطئ من طرف شركات روسية وبشكل حصري لا يتوقف الأمر عند هذا بل أيضا بالنسبة للترسيم فترسيم الحدود يجري الآن تحت وصاية روسية بشكل كامل مع إسرائيل توقفت قبل 15 يوم من ذهاب نتنياهو ويرى نتنياهو أن الصفقة مع بوتين ضرورية لحياة إسرائيل لكن في عهد بنت توقف كل شيء من الآن وأصبحت الرؤية مختلفة فرد بوتين بطريقة شديدة الدقة بحيث أنه أرسل الميج 31K وبصواريخ كينزال وأيضا الـ TU-22M3 وكلها تفيد من جهتين أننا أمام مقنبلات مباشرة في مقابل الـ B-52 الـ 5-2 الموجودة في المنطقة اليوم هناك مقنبلات في سوريا ثانيا أن الطائرات الاعتراضية للميج 31K على وجه التحديد تواجه بشكل كامل الـ F-35 على نفس التوازن المسمى بين قوسين توازن الصواريخ المحمولة أو الحمولة على وجه التحديد إذن العملية اليوم عملية صعبة معقدة لكنها بالنسبة على الأقل روسية انطلاقا من مناورة كريت التي دخلتها الآن القوات القوات الروسية من أجل مناورات من الأول إلى السابع من يوليوز 2021 فيما هناك راغبة في وصل مباشر من وسط شرق المتوسط اتجاه الشاطئ السوري كل هذا في أكثر من 27 قطعة في 4 إلى 5 غواصات الكل يعمل هناك بشكل مكثف بشكل كثيف وواسع مشكلة أن شويغو وزير الدفاع بوتين الرئيس رئيس الأركان الروسي صرحوا جميعا وفي صباح واحد من مؤتمر موسكو للأمن وجدنا تصريحا يتكرر على لسان شخصيات يقول بالحرف روسيا مستعدة لحرب واسعة من البلطيق إلى مرورا بالبحر الأبيض المتوسط وإلى الطرف الآخر من الأرض واستخدم هذا الاستلاح من طرف طوب كور واستخدم من طرف وسائل الإعلام شبه رسمية روسية إذن العملية اليوم هي رسالة تغيير لقواعد اللعبة مع إسرائيل بعد نيتنياهو وحضور المقنبلة هذا يكشف إلى أي حد سيكون الأمر مع بي نت بينت يعتقد أنها حكومة يرأسها بايدن وليس بينت يعني أن الأمر يتعلق بقرار أمريكي في تشكيل حكومة بينت على وجه التحديد وهذا الذي يعرفه الجميع لذلك فهذه الحكومة هي حكومة بايدن وتتصرف بخطوطها الحمر وبالتالي فإن لا مجالة لهذه المسافة التي كان يعتقدها نيتنياهو تجاه الأمريكيين تجاه الولايات المتحدة الأمريكية كانت لديه دائما مسافة مناورة لصالح إسرائيل ولو بالذهاب أبعد بلقاء الكونغرس بلقاء أيباك مثلا في عهد أوباما عندما عرض الاتفاق النووي مع إيران إلى آخر أن نيتنياهو لديه هذا الهامش ولذلك كان يلعب كان يلعب بأريحية تحت عنوان استقلالية القرار في إسرائيل اليوم ليس فيه هذا ولذلك فإن جميع التوافقات والاتفاقيات والبروتوكولات مع الجيش صحال انتهت لدى وزارة الدفاع الروسية ولذلك فروسيا قلب الظهر المجنب أن وضعت لنفسها المقنبلات مباشرة وأيضا وأهم شيء هو كنزال هذه الصواريخ عندما نعرف أهمية استخدام صواريخ تتجاوز سرعة الصوت فإن المسألة الآن أصبعت شديدة التعقيد خصوصا في سوريا إذن حضور السلاح الاستراتيجي في سوريا قلب الوضع أولا في إسرائيل حيث سنجد أن قيادتها العسكرية لتصحال أصبح ينظر بطريقة ما إلى المستقبل بعيدا عن الصدام مع روسيا الصدام مفروض مع روسيا اعتراض أن تكون هناك كنزال هذه الصواريخ في هذه المنطقة ومقنبلات وسلاح استراتيجي وطائرات استراتيجية هذا يعني أن إسرائيل قد تكون جزءا من المنظومة رغم حالة العزل التي أرادتها لأنه من جهة أرسلت رسالة إلى الذين يعرفون تصحال بأن رئيس الأركان لا زال كخافي لم تغير الحكومة كخافي رئيس الأركان الإسرائيلي كي تبقى التوافقات على ما هي عليه كي تبقى التوافقات مع روسيا بنفس الطريقة لكن روسيا نظرت إلى الأمر بطريقة أخرى وأكدت على أن هذه الحكومة لبنة الإسرائيلية هي أقرب إلى بايدن وضربة بايدن تأتي من إسرائيل كما تأتي ضد تركيا أيضا في كريت وغيرها هناك حالة من الصعوبات الجارية اليوم لرفض الحياة الروسية في الشرق المتوسط والآن عندما طلب بايدن أن يسكت اليونانيون الآس 300 والحكومة لم تجد الجواب لأنها من جهة ترغب في أن لا تصطدم مع إدارة بايدن وفي نفس الوقت هي لا ترغب بالاستجابة للقرار الأمريكي فاقترح مباشرة رئيس بوتين أن تكون هناك مناورات تتجاوز الآس 300 لينسى بايدن أن هناك آس 300 في كريت سنحضر نحن الذين صنعنا الآس 300 بمناورات وبقوة من أجل أن نؤكد لمن يهمهم الأمر خصوصا الأتراك والأمريكيين أننا نحن أجدر أن نكون في كريت وأن موقع روسيا في البحر الأبيض أقوى بكثير من أن يقصيه مشروع سيرت مثلا فبالنسبة ليبيا أغب بوتين بأن يكون هناك في سيرت بأي ثمن لكن اليونانيين أيضا اليوم هم مع حفتر ومع ترسيم الحدود مع برلمان طبرق قبل البرلمان القادم وهكذا تفرد لعبة أخرى أشد بكثير مما يعتقده المتابعون لذلك فإن العملية اليوم بالنسبة لروسيا تطمح إلى أن تكون هناك مقنبلات مقابلة تركية وهذا لكي تضمن من الجهات الثانية أن تكون المناورات في كريت أكثر أمنا لأن المقنبلات خصوصا TU-22M3 ستكون مباشرة هذه المقنبلات في سوريا على الحدود التركية المسألة الثانية هي حضور الميج 31K نتسأل إذن إذن الذي يحضر إلى سوريا هو الذي سيكون في مناورات كريت هذا متوقع وهل القضية متعلقة فقط بانتشار لا يتجاوز هذه المدة بالنسبة للمناورات كريت من الأول إلى السابع من يوليوز هل المسألة الثرفية مؤقتة لا أحد يجيب هنا المناورة هنا قدرة بوتين على المناورة بحيث أنه يقول أول مرة ويقول أن هناك مناورات في كريت لإسقاط الاتفاق مع ليبيا ولا تتعلق المسألة بسوريا ربطها بليبيا كي لا يذهب الجميع إلى سوريا لكن الجبهتين معا جبهتان ضد تركيا في الحالتين الكل ضد تركيا لا في ليبيا ولا في سوريا إذن الرد المرتقب هل هو الصمت؟ هل المزيد من التصعيد بحيث أن المرة الماضية ماذا كان؟ كان دائما حرب كلاسيكية ثم ثانيا حرب إلكترونية حضور درونات ويتوقف الأمر عند هذا هكذا كانت أدريبيتجان انتهت بدون مقنبلات انتهت بحضور ضعيف لهذه المقنبلات والحسم يكون دائما عبر ما يسمى بالحرب الكلاسيكية المطورة المطورة إلكترونيا هذه تركيا أثبتت فيها فعالية متقدمة الآن في شيء ثاني الحرب بحرية والحرب جوية إذن أول شيء غيره بوتين في هذه الحرب الموجادة ضد تركيا في سوريا وأيضا في كريت ضد الاتفاق البحري بين أنقرة ومن بين ترابلوس المسألة بالأساس حضور المقنبلة المسألة جوية ندرك جيدا أن الأتراك أسقطوا طائرة كما هو معلوم هذه الطائرة التي يعتقد أنها ضربت ديفندر البريطانية يعني السخوية 24 نفسها التي عمل بها الروس في بداية الحرب في السورية ولذلك فالمسألة أن هناك ما يسمى بسخوية 24 المطورة إذن العملية هنا تسير بهذا الاتجاه لكن سوريا ستتغير أولا محاولة بينت استعادة الاتفاقيات أو تجاوزها بين تل أفيف ومبين موسكو اليوم في حسم إما أن تسير الاتفاقيات التي معت نتنياهو أو يتغير كل شيء بالنسبة لتركيا انتهت الحرب الكلاسيكية والحرب الإلكترونية العملية اليوم جوية المقنبلات حضور المقنبلات بالأساس وهنا يجب التعاطي مع شيء مركزي وأساسي أن القدرة التركية لا تزال تحت التجريب بالنسبة للروس الروس يحضرون الميك 31K لسبب رئيس هو أن أغلبها بالإضافة إلى كنزال وهذه الصواريخ فهناك محاولة تجريب لنظام إلكتروني أو منظومة إلكترونية جديدة هذا هو السياق الذي يذهب إليه الآن الروس ويستطيع الآن الروسي أن يذهب بعيدا باتجاه الحرب الواسعة هذه الحرب الواسعة ضد بريطانيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصاً ضد بريطانيا ولماذا اختيار بريطانيا على وجه التحديد؟ لأنها تريد أن تأخذ ما تبقى من النفوذ الذي أخذت منه تركيا البعض اليوم تريد بريطانيا أن تأخذ الشطر الآخر الذي لن تسمح به روسيا ولذلك فحدث اتفاق كما قلنا مع أوكرينيا ولذلك كانت هناك ديفندر في قلب المياه بالنسبة لشزيرة القرم وكان الرد كما هو معروف لكن اليوم أين حاملة الطائرات بثمانية عشر من الأف خمسة وثلاثين هي في قلب الشواطئ السورية إذن ليس الديفندر فقط هناك في البحر الأسود هناك حاملة الطائرات البريطانية في المياه الإقليمية لسوريا ومن الضروري إحضار بالنسبة لبوتين ليس لديه خيار هنا المشكلة مع بريطانيا أن بريطانيا فرضت التحول هي لم تقتنع دخلت إلى القرم لم تقتنع بمياه روسية و بعدمها ولا تزال المؤكد الذي نؤكده لأسرار الشرقة وسطية المؤكد على أن البريطانيين لا زالوا إلى حدود هذه اللحظة إلى حدود هذه اللحظة لا زالوا في قلب المياه مياه جزيرة القرم على اعتبار أنها مياه أوكرينية على كل حال المسألة الثانية طيران الآف خمسة وثلاثين فوق حمينين طيران الآف خمسة وثلاثين البريطانية هي لا تعترف بهذه القاعدة الأجنبية على أرض سوريا ولذلك فهي طارت على هذه القاعدة لمرتين وهذا مستفز لبوتين بوتين كان الكل لا يسعى إلى إثارته البريطانيون يثيرون والهجوم الإنذاري هجوم مضاد إنذاري إذن بريطانيا وروسيا دخلتا معا في أجواء غير مسبوقة من التصعيد أما بالنسبة لسوريا يرى الجميع على أن هذه القاعدة التي لدى الأمريكيين هناك رغبة لدى الـ MISX البريطانية بالـ MISX والـ 5 معا اتفقا يعني أن العملية اليوم بالنسبة لبريطانيا تهدد الأمن الداخلي والأمن الخارجي على حد انصبا ولذلك فالتقارير في هذه اللحظات الشديدة الصعوبة هي أن الـ MISX والـ MI5 الاثنان معا هي تعاطيان مع نفس المعلومات من أجل تقدير الوضع في سائر العالم في الانتشار على وجه التحديد أما بالنسبة لبريطانيا فتطمحوا إلى أن تكون لها قاعدة في قلب سوريا هذه هي المفاجأة التي أراد أن يرد عليها بوتين بشكل قاس انطلاقا من حضور المقنبلات وغيرها وكل ذلك من أجل إبعاد بريطانيا من مثل هذا الافتراض وأيضا التمكن من شرق المتوسط ليبتعد البريطاني عن المياه الإقليمية السورية وأيضا بالنسبة لتركيا حتى لا تنضم إلى بريطانيا لذلك فلابد من كريت ولابد من التحالف مع اليونان ولو ضد أمريكا كل هذا يسير باتجاه واحد أن الكل يستفيد من هذه التطورات هنا يطرح السؤال بشكل مباشر ماذا هناك بالنسبة للخطوة القادمة بعد التيو اثنين اثنين ام ثلاثة وما بعد التيو ميو ستين التي وصلت إلى غرب المتوسط وكل هذا أمام منظومة إلكترونية إلى حدود اللحظة تستخدم الجيل الثالث فقط وليس الجيل الرابع شكرا جزيلا وإلى اللقاء